ان قرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كانت ضرورية ولازمة لاصلاح الامراض المزمنة التي لاحقت الاقتصاد المصري على مدى عقود طويلة وكانت تؤدي الاهدار جزء كبير من مواردنا وتضيع الفائدة المتحققة من وراء نسبة كبيرة من الناتج القومي وتعد قرارات المجلس الاعلى للاستثمار ناسفة للبيروقراطية المعيقة والمعطلة وتراعي الابعاد الاجتماعية والتنموية في الصعيد وغيرها كما تمهد الطريق نحو ادماج الاقتصاد غير الرسمي تحت مضلة الاقتصاد الرسمي وما له من العديد من المزايا التي ستعود بالنفع على الدولة كما ان قرار تحرير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب سيعود بالنفع والفائدة على الجميع ويمكن لقطاعات كثيرة الاستفادة منه بل هو وكما قيل بداية اصلاح اقتصادي حقيقي وتعد قرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتحريك اسعار دعم المنتجات البترولية تهدف الى تقفيف الضغط على الموازنة العامة وذلك في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا حيث انه بالرغم من قرار تحريك الاسعار الا ان تكلفة دعم المحروقات قد ارتفعت في الموازنة العامة للدولة ان حزمة القرارات الاقتصادية الصادرة مؤخرا عبرت عن واقع اقتصادي جديد كان ضروريا في اللحظة الراهنة وقد جاءت نتيجة سياسات اقتصادية محددة تهدف الى تقليل عجز الموازنة والمحافظة على الاحتياطي النقدي والعمل على زيادته وتشجيع الاستثمار والانتاجية والتصدير مما يؤثر بالضرورة على دعم الموازنة العامة للدولة وزي ما قلناك في اول حلقة هنبتدي بالاخبار الاقتصادية وطبعا الصندوق النقدي الدولي وافق على القرد بالنسبة لمصر القرد ب12.5 مليار دولار على 3 سنوات والدفعة الاولى حوالي 2.75 مليار دولار يعني وصلت للبنك المركزي ومفروض في حزبة اصلاحات احنا كلنا عارفينها وحاسين بيها ايه ما ايه اللي يحصل بعد كده يعني احنا كلنا بنطالب بالقرد بقالنا فترة وحصلنا عليه طيب بعد كده ايه الخطوة الجاية علشان نقدر نتأكد ان احنا هنقدر فعلا نطلع بنتيجة جيدة على الاقتصاد المصري ما بقاش القرد ده عبق على الاقتصاد المصري لفترة الجاية صباح الخير يا فندم نسعدنا ان احنا نلتقي مع دكتور مصطفى النشارسي واستاذ الاقتصاد بجماعة العلوم والتكنولوجيا اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير هنبدأ بالسؤال اللي طرحه ياسر في المقدمة هنعمل ايه بقرد النقد الدولي يعني بصي طبعا بالاحتياط النقدي عندنا رقم منخفض بيغطي وارداتنا من السلع لمدة ثلاث سور فقط وعشان كده فترة الامان فيها مخاطر طبعا احنا زودنا لثات عشرين مليار بدخول الشريحة الاولى القرد صندوق النادي الدولي وده بيرفع اه تخطيط الواردات ان احنا نقدر نغطي الواردات اربح تشهر طبعا هو مفروض نوصل لغاية ست تشهر على الاقل فلسه قدامنا يعني محتاجين تاني طبعا هي باق بعد كده في ايه هي الحكومة هتطرح سندات دولارية اه في السوق للدول الاجنبية وحتاخد قرد من دول الاجنبية اتنين مليار عشان تزود الاحتياط النقد كل ده ليه ليه خفضنا الجنين المصري ورفعنا التضخم وانخفض التقوة الشرائية مع سبات الدخل فما في ازمة اقتصادية بتمس محدود الدخل كل ده عشان نجذب المستثمر الاجنبي مستثمر الاجنبي ايه عنده المخاطر الاستثمار اولوية رقم واحد عشان انه ما دخل استثمارات وعايز يخرج ارباحه ما يخسرش في تحويل الارباح طبعا ده مش هو العام الوحيد المستثمر الاجنبي مستثمر الاجنبي ايه ما لقاش المستثمر الوطني بيشتغل ومبسوط وبينتج وبيكسب مش هيك طبعا هيا خيف طبعا يعني دي رقم واحد مم فرقم واحد ان الحكومة تحل مشاكل المستثمرين الوطنيين والمحليين المقيمين حاليا في بصر ممم عشان عيب قوي ان يبقى عندهم مشاكل فانا بدعو وطبعا احنا الميديا بتتوصل كل حاجة طبعا فما ينفعش المستثمر الاجنبي ييجي وانا عندي مشاكل ومتراكمة مع مستثمرين مصرين واجانب اذا يعني حضرتك بتتكلم المطلوب في المرحلة الحالية حل مشاكل المستثمرين الوطنيين والاجانب المقيمين حاليا في بصر طب ايه اهم مشاكل المفروض يتم حلها التبير اخراطية ومنازعات ضربة المبيعات السابقة ومشاكل مع الضرايب يعني مشاكل مع الجمارك يعني مشاكل قانون الاستثمار الجديد ده هيحل المشاكل دي والله قانون الاستثمار مش هيحل المشاكل هو كل اللي عمله عمل آلية تحكيم واذا المستثمر مرضيش بالتحكيم في مصر في لجنة وزارية لفضل منازعات مش هكلم من كذا وزير وقرارها نهائي طبعا مش ممكن نجيب لجنة وزارية من كذا وزير في كل مشكلة من مشاكل الاستثمار الصغير يعني معي يعني لسه العملية مش من ثبطة قوي وبعدين قانون الشباك الواحد برضو مش قادرين ان يفرضوه ان هو شباك واحد لكن ورقاتها لدين شباك شباك واحد باخد منك الورق عندما تقدم طلب الاستثمار ثم يبعت الورق اللي تايدين جهة للحصول على الترخيص والشاهدات والكلام ده فطبعا البروخراطية ما زالت وحتى الان القانون مبهم بس شو قانون مبهم لكن فيه قانون تاني اللي هو قانون المناطق الاقتصادية القاسة بتاع منطقة قناة السويس ده خانون مثالي بالنسبة للمستثمر الاجنبي ان مجلس الادارة بتاع المنطقة هو اللي بد الترخيص ومجلس الادارة مشكل من مندوبين من كل وزارة فالموضوع بتاعه اعتبر نهائي فده طبعا اسرع وعشان جدا روسيا اتخذت ارض في منطقة شرق برسعيد وعملت تصميم كامل وحددت المشروعات اللي هتنشأ فيها وهي هتعمل ايه وعملت شريط فيديو تفرقت عليه للترويج للمنطقة الروسية في شرق برسعيد لجذب المستثمرين اليها عايزين تحلم من روسيا طبعا يعني هي بتقولك انا عملت المنطقة دي وانا دخلها شريك واللي عايز يجي يشاركني انا موجود اتفضل انا موجود طب نرجع مرة تانية دكتور حل مشاكل المستثمرين المصريين والاجنب وايه كمان المجلس الاعلى الاستثمار عمل قرارات صحيح الخرارات دي بتصبق في مصلحة الاستثمار يعني اول قرار طبعا انه هو قالك المشروعات اللي هتنتك سلع للتصدير هتاخد اعفاق خمس سنين والمشروعات اللي هتنتك سلع احنا كنا بنستوردها هتاخد اعفاق خمس سنين المناطق الصناعية في الصعيد تاخد الارض بالمجال من غير ما تدفع فلوس القانون بتاع البورصة اللي كان عامل مشاكل المستثمرين اللي هو عايز ياخد ارباح ضريبة على الارباح بتاعتهم هتأجل ثلاث سنين وهنا برا ان القانون ده ملوش لازمة ويتلغي واذا كان هو عايز حصيلة يقدر يفرد رسم مجنيه على حجم التداول في البورصة للمشتر والباقع يعني كل يوم عندنا حجم التداول بتاع 500 مليون لما ناخد جنيه على واحد في المية او اتنين في المية حجم حصيلة في نهاية السنة في عدودة عشرين تلاتين مليار من غير ما نعمل مشاكل ونعمل ازعاك لان البورصة سخنة الاجانب بيشتغلوا ايه الاجانب بيشتروا ويبيعوا بعد عشر تيام حتى بقى جمع ارباحهم ازاي استحالة يعني هو دخل يشتري ويكسب مكسب سعار يبيع ويشتري تاني المصري لا المصري بيشتري ويسيبوا ويسيبوا شوية ويستنى ما ياخدوا الارباح فالعقلية الاجنب وستين في المية من تعابلات البورصة اجانب وعلى فكرة البورصة برضو واجراءاتها هي اللي بتجذب المستثم الاجنبي يعني بيلاقي عندك بورصة ان البورصة اداه لخروج المستثم الاجنبي يعني هو دخل في جركة شريك بعشرين في المية عايز يخرج بعد كده يقدر يبيع اسهمه في البورصة ويخرج اه ما فيش عقبات ما فيش ويسحب فلوسه عادي ما يبقاش فيه مشكلة طب ها اللي حصل امبارح في الصندوق النقد ودلوقتي الفلوس اللي هاتيجي من الدول المانحة هل ده حينزل الجنيه الفترة جاية المواطن العادي اكيد ده مجزباله مهم الجنيه احواله ايه اليومين الجايين بص هو الجنيه خد ضربة قاضية يعني وهو بما كانوا عاملين فاكرين سعر 13 هيستقر عليه اسبوع اللي حصل ان البنوك عايز تشتري عشان عندها ضغط من عملائها عايزين يفتحوا اعتبادات ويستوردوا فالبنوك توسعت في الشراء بحيث كل العمليات اللي تمت قد شراء فطبعا انت بتشتري وما فيش حد كتير بيبيع فبتطر تزود عشان تجذب اللي برا زود السعر وبعدين حصل نزل تاني طلع الى 18 ونزل الى 16 وانا متوقع ان السعر العادي هو 12 و13 للدولار مفروض ما يزيتش عكده يعني ده سعر الحقيقي او قيمة حقيقية لجنيه المصري قدام الدولار حوالي 12 و13 وده اللي ممكن نشوفه الفترة الجاية يعني نتمنى نتمنى الصهيروس هو في سيولة في السيولة السيولة دي جات منين مدخرات المسلمين من الخارج كان بتدخل من الجهاز المصرفي وتتحط في البنوك في الفترة الاخيرة ما بقتش تيجي في الجهاز المصرفي بقت تتحول من برا برا سوق السوداء لا مش للسوق السوداء لا اهليهم اه اه من غير ما حطواها للغنس يعني يعني ياسر أزو عن طريق السوق السوداء لانه هو كان بيحول فلوس من برا ما بيحول فلوس لا اهلو لا اهلو بقى بقى عن فلوس هما اللي عمل السوداء اه يعني وحتلاك طصة دي متشرة في الريف يعني مثلا اه ابوه بيشتغل في السعودية حول له فلوس بدأ ما يحول عن البنك هو بقى الصرفه بالجنيه اه هو بتفضل معاه لغاية آخر دقيقة لغاية لما يضمن ان الدولار اللي معاه جاب أعلى سعر وهو بقى مش ابوه مش حاوله انت قصر تاني اه فطبعا بالاضافة بقى الوجود بعد اغلاق شركات الصرافة اصبح المندوبين والبتحهم موجودين في السوق بيلموا ضرار وبيشتغل فابتدى بقى الهجوم على الريف وسحب الفلوس فالبنوك ليه فروح في الريف في المراكز وفي الموضل وكده فهي توسعت في شراء السيولة دي طب السيولة دي فاضل فيها دي ايه ما هي ليها رقم ليها سعف معي اعتقد انهم لمهم مثل تربع السيولة الزولارية اللي كانت خارج الجهاز المصرفي وده في حد ذاته ماكسي ده كويس انه مفروض ما يبقاش فيه دولارات خارج الجهاز المصرفي بين الافراط انه مفروض العملة الوطنية هي الجنيه طيب يعني اذا يعني حضرتك متوقع انه في خلال يعني فترة قادمة الدولار هيرجع لقيمته الطبيعية لو 12-13 جنيه واعتقد ان احنا لو رجعنا فتحنا مرة تانية باب الاستراد من الخارج احنا برضو محلك سر احنا عايزين نزود هو بس ما فيه غلطة بتكرر لقى الاستراد بدون تحويل عملة بالزبط يعني ايه يعني انا عايزة استورد بضعم الصين انا هروح اتفق مع الشركة في الصين وحدفع افتح لها الاعتماد من دبي وحجيب البضاعة الجمرك الجمرك يدخلها وحسبنا عليها يبقى كده انا خلصت الشغلانة من غير بقى ما يشوف المواصفات الجودة بتاعت السلعة جايبها من مصانع النفايات جايبها درجة تالتة معايا انه دايبا بيجيب من غير علامة تجارية مش في حاجة اسمها منشأ بقى شهادة منشأ بيجيب شهادة منشأ بيقوله هتاخد العلامة التجارية بمية هتشيل العلامة التجارية وحطلك علامة وهمية التقليد للعلامة الاصطية تبقى بكذا فهو بيجيب يقوله مش عايز العلامة الاصطية حتى العلامة التقليد هشكل حتى السلعة اللي موجودة في المناطق الشعبية معايا والعتمة والحطة دي كلها علامات التجارية مضروبة يعني ملهاش اساس تم وكده يا دكتور احنا محلك سر لا مفروض القرار دا يتلغن مفروض فيه سيادة الدولة يعني انت تفتح الاحتماد من خلال بنوك المصرية وتحول العملة من بنوك مصرية البضاعة تخش ويدفع لها جمعرك وتدخل للبلد هو وزير التجارة الحمد لله عمل اجراءات ان مش اي حد يستورد لازم بلد منشأ ولازم علامة تجارية ولازم العلامة التجارية دي يكون لها وكيل في مصر وتكون عاملة ملاك السيانة واصلاح انت لو شارت اشتريتي السخان او الكتل التركي وفرق مش هتلاقي حد تشتريت فهي برضو الاجراءات اللي تخذتها للحكومة صح انا اعتقد انها صح وان هي كانت حد داية المستورد المستورد عايز يجيب اي بضع كمية كبيرة يلا اقلب واكسب طيب انا عايزة حضرتك تقول لي احنا يعني بدل ما احنا بلد مستهلك وبنستورد بس وبنصرف دولاراتنا على الاستيراد ازاي نتحول لبلد منتج يعني اعتقد انه دلوقتي فيه نزعة وطنية عند كتير من المصريين وتشجيع السنعة المصرية والمنتج المصري والجود ازاي نشتغل على النقطة دي بحيس ان هي تبقى دي قضية وطن او قضية يعني قضية بتشغل بالكل المصريين بصي انت حاليا مجتمع استهلاكي بيعتمد على الاستيراد وفيه مافيا الاستيراد هي اللي مسيطرة على السوق فاحنا عايزين ننتقل لمجتمع منتج يعتمد على التصنيع يعني انا عندي اول حاجة حاجات اساسية ليا في الملبس والمسكن والغزاء والمباني والسكن يبقى انا بعمل صناعات استراتيجية التصنيع بتاعت الدولة بتعتمد على اجباع الحاجات الاساسية للمواطن يبقى السلع الاستراتيجية زي السكر يبقى رخم واحد يبقى عند الانتاج المحلي ما بيكفيش الاستهلاك يبقى زود الانتاج طبعا يبقى ده هدف يبقى مفروض الدولة ما تلجأش الاستيراد حشان تحل بشاكل ثانيا الامح احنا يوم دعمنا الفلاح المصري واشترينا منه الامح قال الاستيراد بتاعنا من الامح عندنا اللحوم طب ليه انا ما اعملش احياء مشروع البتلو ان انا اشتري الابقار السغيرة من برا واديها الفلاحي ربيها معايا ويكسب هو وانا اكسب بدل ما استورد الحوم مجمدة من برازيل فاحنا لازم نكون شعب ومنتج وبعد كده انا عايز اصدر ماهينا يا دكتور احنا لازم نشتغل على الشعب لانه معالش ما احترامي الشديد لما تيجي تقول مثلا تدي حد فلوس هو هيستورد المكسب بسرعة وهيجيله على طول لكن لما تقوله اعمل مشروع مثلا احياء مشروع احنا كل حاجة بتستورد من برا هنقدر اصنحها بكفاءة هنا هم يعني فاهميني هم يعني انا بالعكس ده انا عندي ميزة في الصناعات اليدوية الحرفية يعني انا كنت بتفرج مبارح على اللي بياخد الجلد بتاع البقر اللي ليه وابرة وبيعمله بالليزر وبيطلع منه منتجات مش ممكن ده في مصر هم معايا هم يعني حاجة بتشرفة فعلا صح الحاجات دي برا بطلوبة جدا هم يعني كل ما كان فيها هم الايد زي السجاد اليدوي هم حاجات اليدوية المسهولات اليدوية دي احنا مفروض نصدرها طبعا ونعمل مصانع للسجاد اليدوي ونوزع الانوال يعني عندك قرى في مصر قرى في بنسويف في ال في الوسطى وقرى في المنوفية وقرى في في البحيرة القرى دي كلها بتحصصها في صناعة السجاد اليدوي وبيطلع سجاد بقى حرير هم الخطع منه وممت الف جنة شاعة يعني لازم نركز على الصناعات الصغيرة ان احنا فعلا نحييها بقوة والمصانع الكبيرة بقى اللي هي تقدر والانتاج على مستوى كبير انا هكمل عليك بقى طبعا انت قمت كلمة لي عايزين صناعات صغيرة الصناعات الصغيرة لو انشأت لوحدها هتفشل الصناعات الصغيرة لو انشأت في مدينة متخصصة زي مدينة الاساس بحس في مصنع كبير بيحط التصميم وبيدي مصانع صغيرة تشتغل ويجمع الانتاج وهو اللي يفنش هوا منظومة يعني زي مدينة الاساس في ضنيات متخططة بهذا الاسلوب المدينة برضو اللي متخططة في مدينة بدر في منطقة لصناعة الجلود المنطقة دي فيها مدابق الجلود ومصانع الجلود ومصانع وكله للتصدير يعني انت متخيل ان انت الجلود بتاعتك دي الجلود فخرة مغبولة في الاسواق الاوروبية فدي المدينتين يبقى احنا مفروض دينامي ازيل حدنا صنعت السيارات انت شركة هنداي قررت انتك دفيرة السيارة دفرت السيارة الكهرباء دي انا عندك العربية حصل فيها خلل في الضفيرة يعني دي انا خلاص بازت واضطريت اجيب واحدة غير فالضفيرة بتاعت السيارة دي تكنولوجيا بسيطة لكن مهمة جدا لكل ستاعت السيارات ففيه اول مصنع مصلي صنعت ضفيرك بتاعت الكهرباء بتاعت السيارات فانت كل ما تصنع اجزاء السيارات وترفع المكون المحلي منها كل ما شركات تجميع السيارات اجيلك وتجمع عندك بدل ما تروح للمغرب احنا فقدنا رينو وفقدنا تيوتا كانوا جايين مصر وراحوا للمغرب للأسف لتأخير الاجراءات بتاعت المنطقة الاقتصادية في قناة السويس طيب قبل ما نختم لان الوقت تجري بسرعة ومحضرتك يا دكتور هايك شايف انه مردود القرارات اللي تم اتخذها مؤخر القرارات الاقتصادية هتقود بفايدة على الشعب المصري في خلال قدقية يعني المواطن العادي في الشارع يبدأ يحس بمردود كل المجهود اللي بيحصل دائم مصري الاستثمار متوسط وطويل الأكل يعني لو قلت حامل صناعة مش قبل ثلاث سنين اه بس كويس ان انا يبقى عندي ثلاث سنين انا في ازمة بس بعد ثلاث سنين انا فرخاء بالضبط بالضبط فانا مفروض اصرح الشعب يعني فيه صناعات بدأت في حضبة ابو ترطور لتصنيح حمد الفسفورية كل اسمها ده الفسفاتية واليورانيوم طب قد ده مشروع هيصدر بألف بمليار دولار سنوية يعني ده مشروع املاق فيه المجمعات اللي حتان شعف القصير فيه امل بس فيه اعوامل تانية ممكن تسرع شوية يعني التلاث سنين لو مثلا عودت السياحة طبعا السياحة بدأت ترجع بعد ده تخلي بالك برضو السنة الجاية 2017 هيدخل حق لزهر الانتاج برضو دي نقطة يعني تدي امل يعني انا كنت بقول قبل كده انتو مستعجلين على ايه مستعجلين على القرص انتو ده مش عايزينه ما احنا جايلنا كذا وكذا ومش عايزين القروض فلا فيه امل فيه امل بإذن يعني نقدر نقول كده يا فندم بقلب مرتاح الصعب خلاص وراء ظهرنا بس الوعي بقى محدود الدخل في السنة الجاية طبعا ارتفاع الاسعار يعني صعب يعني انا نفسي حسيت بي كل انا حسيت لا 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 ده كتير يعني مش ممكن لا وبعدين البضاعة الموجودة في السوق دي مستوردة من زمان اه دولار رخيص الكل غلى انت يا غالست انت الحق تستورد البضاعة دي موجودة والناس ابتدت تتخانق مع البيعين تقولك تبتبيع بسهر ده ده سلوك يعني استغلالي للأزمة استغلال وللي احنا بنمر بي وبعدين هتعمل الرقابة اه ده دول رقابة بقى هتعتقد على مين والمين السوق كبير وجهة الرقابة عندك محدودة مهما عملت هتعمل في المدن الكبرى والمراكز الواضحة لكن انزل تحت بقى بس حيث قلت حاجة يا فندم مهمة انه المواطن دلوقتي يبتده يتخانق مع التجار فهو دلوقتي اللي هو هيبقى رقيب على السوق المواطن ذات نفسه بالزبط يتفعل انه هو يبقى رقيب على المحلات يتخانق مع السوقات تاكسي وبقى فيه ارقام دلوقتي ده يبلغ يعني بس ما عرفش لو يبلغ هيحصل فعلا حاجة ولا لأ بس يعني دي خطوة مهمة يعني انه انه بقى فيه رقابة ان الناس تحس انه فيه قريب حابقى فيه تغيير يعني انا برضو المحافظات اصرعت بوضع اسعار للميكرو باس وراقت فيها زيادة البنزين والسولار واعلنتها في المحافظات لكن برضو الميكرو باسات بتاكد اكتر من الاجرى اللي عاملها المحافظات عشان كده تلاقي خناعات مستمرة بين الركاب وبين اصحاب الميكرو باس الميكرو باس مش حاجبها اللي المحافظة عملته عايز يكسب اكتر فرصة في عملية الناس يكون عندها ضمير وما تقولش فرصة اكسب يعني يعني بتلعب على الازمة وضعيب احنا بنشكر حضرتك دكتور مصطفى النشارسي وستاذ الاقتصاد بجامعة مصر العلوم والتكنولوجيا شكرا لحضرتك كيف باندم واهلا بحضرتك معين نتلع على الفاصل الفاصل نرجع على طول مع حضرتك